المملكة كمركز لوجستي عالمي واعتبار دعم الخدمات اللوجستية من اهم برامج رؤية المملكة التي تسعى لدعم الصناعة وانشاء وتحسين اداء المراكز اللوجستية التي ستتحقق بتوفير الكفاءات المهنية المتميزة وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة تم اطلاق الاكاديمية السعودية اللوجستية كاحد المبادرات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ستبدأ في تقديم برامجها بداية الفصل الدراسي القادم وستعمل الاكاديمية من خلال شراكاتها المحلية والدولية مستهدفة سبع قطاعات حيوية منها الخدمات البريدية اللوجستية النقل البحري والموانئ التجارة الدولية والشحن والتصدير ويأتي اطلاق الاكاديمية خلال حفل توقيع 11 اتفاقية توظيف مبتدئ بالتدريب مع القطاع الخاص لتوظيف 360 مواطنا ومواطنة اذ تهدف الاكاديمية الى تدريب وتأهيل الشباب السعودي وتطوير المعارف والمهارات الفنية في قطاع الخدمات اللوجستية بهدف توطين الوظائف في هذا المجال وتطوير المعارف والمهارات الفنية في القطاع اللوجستي لتمهين وتأهيل الكفاءات السعودية ترجمة نانسي قنقر